أعلنت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني استشهد تسعة برصاص القوات الإسرائيلية خلال تواغل في الضفة الغربية المحتلة فيما أصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح من جهتها أكدت جمعية الهلال الأحمر أن تواقمها نقلت عددا من الشهداء جراء قصف الاحتلال لمركبتين في الحي الشرقي في مدينة جينين شمال الضفة اشتركوا في القناة